هنا تكشف الطبيعة عن سحرها السرمدي وترسم لوحة فنية رائعة بجبال الشريعة بولاية البليدة على بعد خمسين كيلو مترا جنوب العاصمة الجزائر درجات الحرارة المنخفضة جدا كانت تؤشر لتساقط الثلوج صغار وكبار نساء ورجال كلهم وجهوا بوصلتهم نحو أعلى قمة في جبال الأطلس البليدي أين توجد أشجار الأرز النادرة التي انحنت أمام بياض الثلج الناصع مع الأصدقاء ديالي نستمتع شوية بها الحل البيضاء مناظر طبيعي الله يبارك ما شاء الله مناظر خلاب ويجي اخطراته يتحب جي بزاف وعندها منطقة ساحرة بزاف أثناء وجودنا بالحضرة الوطنية للشريعة هبت عاصفة ثلجية قوية ورغم صعوبة المسالك وخطر الطريق لم يضيع الشاق الطبيعة العذراء هذه الفرصة وحجزوا أماكنهم في رحلات سياحية داخلية للاستمتاع واللعب وتوثيق اللحظات الخالدة اليوم جينا مع الثانوية تعنا بيش نظروا جبل شريعة وكانت زيارة بزاف هيلاء بلدنا شابة وتسحقا نكتشفوها وقاع رحلة بزاف شابة وتبنا نعود نقول لها هذه الرحلة السياحية من الثانوية استمتعنا كثيرا وعجبنا الحال شريعة منطقة جميلة أيضا صحة للفرصة المرة الثانية أن يأتي الشريعة والحمد لله أنك تشتب لطلسة جميلة جدا الرحلة إلى هنا تأخذك لعالم آخر تفترش فيه الطبيعة لون البياض ولن تغادره إلا بازدحام ذكريات جميلة ستجعلك تفكر فقط في موعد الرجوع على ارتفاع يفوق ألفا وسبعمائة متر أشجار الأرز الأطلسي النادرة اكتست حلة بيضاء ورغم مشقة الوصول إلى هنا إلى أعلى قمة في جبال الشريعة ومع هذا البرد القارس إلا أن هذه اللوحة الفنية النادرة تستحق شيئا من المعاناة كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر